بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كيف تهزم الكاميكاز درونز أقوى دبابة في العالم السويدية ستيرف 122 ومصنع سري في كييف ملحق باثنين من المخازن المحصنة أبرز أهداف الجيش الروسي بالأمس وحقيقة اعتراض عشر صواريخ كينجال ونفاذ التمويل وأنظمة الدفاع الجو الأوكرانية يفرض أوضاع جديدة على الجيش الأوكراني والجيش الروسي يكسر الخطوط الدفاعية أمام تشاسوفيار غرب بخموت تفاصيل وتطورات مهمة جدا هل نقشها باختصار تابعنا للنهاية عشان تكتمل عندك الصورة من ضمن الدول القلائل اللي حصلت على حق تصنيع الدبابة الألمانية ليوبارد 2 كانت السويد مش بس صنعتها كمان طورت وعدلت فيها وأنتجت نسخة من ليوبارد أفضل من الألمانية لأنهم أضفوا لها مستشعرات أفضل وأبعد في المدى وأضفوا لها كمبيوتر مهام أسرع وأضفوا لها المميزات اللي الدول بتخطط لوضعها في الجيل المقبل من الدبابات المتعلق بالعمل الشبكي والاتصال بالمنصات الصديقة سواء الجوية أو البرية أو البحرية وكمان طلق البيانات من خلال الأقمار الصناعية وأضفوا لها دروع أكتر تطورا وأطلقوا على النسخة السويدية من الليوبارد اسم ستير في 122 واتبرعت السويد للجيش الأوكراني بعدد من الدبابات منها وأوكرانيا قررت أنها تستخدمها في الدفاع وتسبيت خط الجبهة عشان تمنع الروس من التقدم أكتر خلال فترة الشتاء ليوبارد قبل كده كانت بتقوم بأدوار هجومية وهي في الأساس من الدبابات الهجومية ولكن لما تستخدم في الدفاع ممكن تكون أكتر قوة لو اتخذت أوضاع معينة تمكنها من مراقبة اقتراب دبابات ومضرعات الخصم من خلف السواتر أو في زوايا معينة وتستفيد من أنظمة الرصد بعيدة المدى وتعمل لها الكمائن وتصطدها بمجرد ما تدخل ضمن المدى الفعال خصوصا مع مدى قذائفها البعيد الطبق الفعلي ظهر في محاور الشمال في كمين تيرنوف في غابات شارك تيرني ولكن المتغير التكنولوجي اللي غير كتير من الحسابات والموازين أن الدرونات حتى بترافق التشكيلات البرية خلال تحركها ومع رصد الدبابات السويدية في شارك تيرني في الغابات الروس أطلقوا عليها الكاميكاز درونز من نوع لانست من مسافة بعيدة جدا حتى قبل وصول قوة الهجوم الروسية للمنطقة الدروع في الدبابة قوية جدا بما يكفي أن الدرون لانست ما يقدرش يسكبها ولكن في مناطق معينة في الدبابة زي الجزء العلوي من البرج درعها أقل كسافة ومؤخرة البرج فيها مخزن الزخائر طبعا الروس دارسين تصميم الدبابة وحفظينه واشتغلوا على استهداف نقطة الضعف الأساسية في التصميم وتلاحظ هنا أن الدرون لانست بيصيب بدقة تماما مؤخرة البرج من أعلى يعني أضعف منطقة في التدريع وكمان مخزن الزخيرة والنتيجة أن الدبابة الأقوى في العالم برضو فشلت في صنع الكمين وفي الدفاع وتهزمت في مواجهة الدرون رخيص جدا وهنا بتظهر القيمة والعلامة الفارقة للدرونات بأنواعها مش بس في الدفاع كمان في كشف الكمائن واستهدافها قبل وصول طلاق على الكوى المهاجمة الدرس المستفاد من الموقف ده لازم تكسيف استخدام الدرونات بما فيها أصغر الدرونات الرباعية الصينية والكاميكاز درونز الميدانية أما المصنع السري اللي أقامته أوكرانيا فهو مصنع مياك مصنع مياك بيعتبر من أهم المصانع اللي بتدعم الجيش الأوكراني حاليا خصوصا بالزخائر شرقية العيار ومدافع الهون ومؤخرا بدأ فيه خط إنتاج للدرونات وملحق به اتنين من المستودعات اللي بيتم فيها تخزين إنتاجه في موقع محصن تحت الأرض الجيش الروسي استهدف في هجماته الأخيرة المصنع بخطوط إنتاجه واستهدف مستودعات تخزين إنتاجه من الزخائر ومن الدرونات واستخدم الدرونات من نوع جيران اتنين واحداشر صاروخ كنجال طبعا الدرونات جيران اتنين بتستهدف المنشآت الموجودة فوق الأرض وخطوط الإنتاج أما المستودعات تحت الأرض فبيستهدفوها بصواريخ كنجال لأن ليه قدرة كبيرة على الوصول لعمق كبير قبل ما تنفجر رأسه الحربي يقال إنه بيوصل لعمق سبعين متر تحت الأرض الجيش الأوكراني بيعلن إنه اعترض عشر صواريخ كنجال ولكن ده كلام احنا نقشناه ونقلنا لحضراتكم أراء الخبراء العسكريين اللي أكدوا إن فيزيائيا ده مستحيل يحصل إلا في حالة واحدة بتعتبر برضو مستحيلة وهي إن بطارية الدفاع الجو تكون منصوبة في أول 30 كم من مصاري الصاروخ يعني تكون منصوبة داخل الأراضي الروسية نفسها وده في حد ذاته بيعتبر مستحيل ولكن الصور والمشاهد بتظهر إن فعلا الروس أصابوا المصنع ومواقع تخزين إنتاجه من الزخائر والدرونات مش ده المصنع الوحيد أو المرفق الوحيد الخاص بالإنتاج العسكري اللي الروس أصابوه في هجماتهم الأخيرة أصابوا مصنع إنتاج عسكري في خاركيف ودينيبرو وخيملينيسكي وأودسا والتشركاسي ومن الواضح إن في عدد كبير من المصانع اتحولت للإنتاج العسكري خلال الفترة الأخيرة ضمن استراتيجية تكلمنا عنها من ثلاث شهور وإن الدول الغربية بتفضل إن الدعم يكون لأوكرانيا في دعم التصنيع المحلي للسلاح والزخائر ولكن النهاردة مخيل له بودلياك قال إن الخطة مش واقعية أوكرانيا لا تستطيع بناء صناعتها العسكرية خلال الحرب لأن روسيا تستهدفها ومن الواضح إن الروس ما بيواجهوش صعوبة في اكتشاف المصانع الأوكرانية لإنتاج الأسلحة لأن لهم جواسيس في كل مكان في أوكرانيا تقريبا بخلاف إنهم أطلقوا في السنة الأخيرة أكتر من عشر أكمار صناعية بتراكب كل شيء تقريبا على مدار اليوم ده غير الدرونات وأنظمة الاعتراض للاتصالات الروس بنفس النمط اللي اتبعوه العام الماضي بدأوا في تكسيف استهدافهم بالدرونات والصواريخ ومن ضمن الصواريخ اللي بيستخدموها الروس موقع يورو إيجيان تايمز وضع الصواريخ إكس 22 ونسختها المحدثة إكس 32 في كمة الصواريخ اللي بيخشاها الجيش الأوكراني يمكن أكتر من الكنجال نفسه مش لأنه أصعب في الاعتراض هم فعلا من ضمن 300 صاروخ أطلقتهم روسيا مفيش اعتراض واحد للنوع ده من الصواريخ وده صرح به يوري إيجنات ولكن المشكلة الأكبر أن الصاروخ إكس 22 بيشيل رأس سقيل وزنه 950 كيلو جرام فتأثيره بيكون كبير على مواقع الجيش الأوكراني أكتر من تأثير الكنجال نفسه والجيش الأوكراني بدأ يواجه نقص في أنظمة الدفاع الجوي بيفرض عليه أنه يختار مناطق أكتر أهمية لتأمينها ويسمح بتجاوز أنواع معينة من الأهداف وفي دول أوروبية بدأت تتحرك عشان تقدم أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا ولكن الأعداد مش كافية لأن إنتاج الغرب عموما من أنظمة الدفاع الجوي محدود وغالي من الناحية السعرية والروس بيضغطوا على أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا بالدرونات جيران اتنين الرخيصة جدا واللي بينتجوها بأعداد بالآلاف مفيش قدر من التوازن ما بين إنتاجها وإنتاج أنظمة الدفاع الجوي لغربية والجيش الروسي نفسه بيواجه مشاكل بسبب الدرونات اللي بيستخدمها الجيش الأوكراني وبيوصل لنا مشاهد لاستهداف المعدات الروسية بالدرونات أبرزها النهاردة كان الرادار روسي مضاد البطاريات المدفعية من نوع يسترب اه في وده أحدث الرادارات المضادة البطاريات المدفعية فالروس بيشتغل على تكفيف منبع الدرونات وبيستهدفه مصانع إنتاجها أما التطور الميداني الأبرز فكان في منطقة غرب بخموت اللي تحول فيها الجيش الروسي للهجوم المضاد وبيمتلك في المحور ده 80 ألف منهم فيلق من مجموعة ستورمزي بالإضافة للمظليين ومشاة الأسطول الشمالي كسروا الخطوط الدفاعية اللي أقامها الجيش الأوكراني لمنعهم من الوصول لطريق بخموت تشاسو فيار السريع والقوات الروسية حاليا بتتقدم من خلال الطريق السريع في اتجاه تشاسو فيار وفي محاور الجنوب الغربي القوات الروسية بتتقدم في اتجاه كردي وموفكا من الشمال وأجبرت القوات الأوكرانية على التراجع خلف السكة الحديد وفي محور أندريفكا برضو القوات الروسية بتحرص تقدم وأكد المعلومات مراسلين أوكرانيين وبيان هيئة الأركان الأوكرانية أكد أن الجيش الروسي نفذ عشر موجات من الهجوم المضاد في بوكدانوفكا وأندريفكا وتعدد المحاور اللي بيتقدم فيها الروس فرض على الجيش الأوكراني وضع الحيرة في أي المحاور يكون لها الأولوية في الدعم خصوصا مع نقص الإمدادات والمساعدات الغربية شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته